أهلا بكم إلى فضاء حر لم تتوقف مساعي الإمارات في تقويض السلطة الشرعية وتطويقها بقوات موالية لها وكيانات سياسية منافسة في المناطق المحررة وصلت هذه المرة إلى الجزيرة البعيدة التي لا تحتاج إلى وجود عسكري أو أمني غير ذلك الموجود فيها مئة مجند هم دفعة أولى من ثلاثمائة مجند دربتهم الإمارات في عدن وسترسلهم إلى سقطرة بغرض يبدو أنه إنشاء حزام أمني موال لها في مواجهة الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة في الأرخبيل هذه الخطوة قد تشكل خطرا ليس على المستوى السياسي فقط وما يتعلق بانتقاص حق السلطة الشرعية ومنافستها بل على المستوى الاجتماعي أيضا إذ أن الجزيرة التي لم تشهد أي انقسامات أو صراع خلال تاريخها قد تجرها كل هذه التحركات نحو الانفجار بين مكوناتها خصوصا في ظل وجود معارضة لما تقوم به الإمارات والأطراف الموالية لها ما الداعي لإرسال قوات عسكرية لجزيرة لا تشهد أي حرب أو تهديد أمني وما الذي تريده الإمارات وحلفاؤها هناك وما هي تبعات الاستمرار في تقويض السلطة الشرعية للنقاش سيكون معنا من عدن كل من المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سيد نزار هيثم والصحفي والناشط السياسي سيد فهمي السقاف أرحب بكم أضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد نزار هيثم إذن عادت الإمارات مجددا إلى سقطرة عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي هذه القوات لا تقضع لسلطة الحكومة الشرعية ما غاية هذه العودة؟ أولا مساء الخير ورمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد أجمعين ومرحبا بكم من عدن عاصمة الأمن والسلام دائما طبعا الدعاءات المتكررة حول وجود قوات جنوبية كما تسمونها انفصالية هي دعاءات بكل تأكيد زائفة من يتواجد حاليا هم أبناء الجنوب وبكل تأكيد لهم الحق الأكمل أن يتواجدوا في كل مكان نعم تفضل سيد نزار الصوت أنا أسمعك بشكل واضح تفضل سيد نزار شكرا الصوت الصوت اختفى سنزار أنا أسمعك بشكل واضح ما يحدث حاليا هو للأسف محاولة لحرف ما يحدث حاليا للأسف هو محاولة لحرف المسار الذي يحدث حاليا في الضالع من معارك وانتصارات للمقاومة الجنوبية ونحن نأسف لأن تتواجد بعض القنوات التي تدعي أنها تدعم الشرعية وتحاول أن تحرف الأنظار باتجاه آخر باتجاه قضية هامشية للأسف خلقوها من العدم ومن خلقها طبعا هم أسماء وهمية لا أحد يعلم من هؤلاء وكالة رويترس نقلت تلك الأخبار عن شخص لا يعتقد أنه يتواجد في المناطق التي ادعت أنها في سقطرة أو في المناطق الجنوبية أنا أتمنى دائما منكم أن تركزوا دائما لدعم المقاومة الجنوبية حاليا في معاركها في الضالع التي يعلم الجميع أن الحوثيين فتحوا أكثر من سبع معارك في جبهات متعددة والحرب ضروس هناك وبالتالي يجب علينا جميعا أن نتوجه إلى هناك لندعم هذه المقاومة ونمنع الحوثيين من التقدم باتجاه المحافظات الجنوبية طيب سأطرح ذات السؤال المشترك على ضيف الآخر الصحفي والناشط السياسي لسيد فامي السقاف سيد فامي إذن عادت الإمارات مجددا إلى سقطرة هذه المرة عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي ولا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية برأيك ما غاية هذه العودة قاية هذه العودة بالتأكيد هي أمعان في تمزيق الجغرافية العمل عموما ما لاحدث هو جيد حديثي يعني تبسكه قوة العسكرية على الأرض هذه النرة فلا جزال في هذا الأمر لكن نؤسف أنه الشرعية لازالت غارزة في صمتها الرئيس لازال فامت على كل ما حصل وبالتالي هذا أمر خطير حقا في خطر محدث تعلم باليمن واليمنيين من قرارة هذه المجلوعات العسكرية التي لا تخضع بسلطة الدولة المفتروة للأسف الشديد فبالتالي نحن أمام التحالف تحالف خرج عن ما أعلنه هو لأنه كان أو أتى لا أن يعيد سلطة شرعية هذه إلى السلطة وإنساك من زمام الأمور في زيمن لكن ذلك لم يحدث للأسف الشديد الآن نحن في السنة الخامسة هذه لا زال في سعودية مغين الحكومة لا زالت في معاشق محافرة أو شبه محافرة والوضع كما هو في حالة ثلاثة أمي في كل المناطق التي يطلب عليها بالمحافرة وغفتال ذهر بين بين القوات المختلفة لاتفاق أفرساتها الحرب يعني ميليشيات أمراء الحرب يقتلوا فيما بينهم وكل منهم يتبع جهة ما في التحالف المشارعية وإن الأمارات المتسعودية يعني سيد سقف كان قبل قليل يتحدث معنا سيد نزار هيثم على أنه هذه الأنباء حول وجود جنود ومجندين في سقطرة والمساعد الإماراتية هناك يا كاذب هناك إشاعات يختلقها بعض الناس يجب على الكل الآن عدم الالتفات لهذه الأشياء كلها وإنما التوجه والتركيز على معركة وما يحدث في الضالع هناك الحوثيون يقومون بفتح جبهات كثيرة لمحاولة تضييق الحصار على المناطق التي تم تحريرها بالفعل هل ترى أنت من خلال متابعتك أن هناك فعلا من يحاول إبعاد النظر عن هذه المعركة الأهم والانشغال بأمر تافه مثل ما يحدث في سقطرة كما يفهم من كلام السيد نزار هيثم ما يحصل في الضالع هو يحصل أيضا حاصل في كل الجبهات الجبهات وغتال لم تتوقف اللهم أن ترتفع وطير وغتال وحجة وغتال بين الهين وآخر لا تنظمت بالإمارات حول الغوات التي خلقتها إلى سقطرة فهذا مثل حاجزية ولا يمكن لأحد أن ينكرها نعم هيثمت بالصوت الصورة يعني وجودها ونزولها من الإمارات القوات التي انطلقت من عدن أو أخذوها من عدن إلى الإمارات عادوها والقوات اللي يدربوها في الإمارات عادت إلى داخل سقطرة للأسف الشديد فلا يمكن يعني أخفع الشمس بموخل صعبة جدا بالتأكيد فهذه قوة على الأرض تحرير للأسف الشديد يعني لكن هدفنا تغريبا انتظراني إيش شي يلفت انتباه الناس أو يشد انتباه الناس بعيدا عما يحصل في سقطرة باكتجاه الضالع وهذا أكيد صعب أيضا الناس تابع ما يحصل في كل مكان في اليمن في كل شبر في أرض اليمن الناس لم يعودوا بهذا الغماء في ظل لسائل الإعلام وصائفها التواصل الاجتماعي أصبح العالم مفتوح يعني يصعب أن تخفي فيه شيء أو تخفيه شيء طيب دعني أنتقل بهذه النقطة إلى سيد نزار هيثا مستر نزار يعني في نهاية المطاف وأنت أشرت إلى ذلك رويترز هي من نقلت الخبر رويترز وكالة أنباء عالمية استقبل هذا الخبر الجميع في جميع أنحاء العالم الدول الكبرى الدول الإقليمية كذلك الناس في اليمن يتابعون كما قال سيد السقاف هذا الأمر حدث بالفعل هناك مجندون في سقطرة مجندون يتبعون المجلس الانتقالي كما يبدو لماذا هذه المحاولة للتغطية على الأمر وكأن شيئا لم يحدث هناك في الحقيقة هو بالفعل شيئا لا يحدث سواء في مخيلة من ينتمي للأخوان المسلمين من أرسل الأخبار لوكالة رويترز هو صحفي مغمور يدعى عزيز اليعقوبي على ما أعتقد تخصص فقط في الهجوم على دول التحالف العربي يعني أنتم تابعتم رويترز وسألتموها ما هو مصدركم التي نشكرها سيدي العزيز يجب أن نركز على شيء واحد الهجوم على التحالف العربي لا يخدم سواء الحوثي فقط فمن يحاول أو يشتهد في أن يحرف الأنظار على المعركة التي يقودها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات هو يساعدهم هو يحاول أن يحرف المسار باتجاه آخر عليكم من تنتبهوا لهذه النقطة ما لم ستنجروا إليهم وبالتالي ستكون أنتم مساعدون للحوثي بشكل أو بآخر الإمارات دائما تقدم لليمن والجنوب بشكل خاص كافة المساعدات وبالتالي التدريب الذي يحدث هو ليس وليد اليوم ولكن يحدث منذ سواء منذ أن بدأت المعركة في 2015 عندما تحولت المقاومة الجنوبية إلى تشكيلات عسكرية منظمة استطاعت أن تحرر المناطق الجنوبية وأيضا قامت بدعم القوات التي تسمى الشرعية في مأرب وغيرها ولكن خذلتها لأكثر من أربع أعوام هنا يجب أن نضع علامة الاستفهام ما الذي يحدث هناك خلال أربع سنوات من الصمت المريب لماذا لا تتحرك تلك القوات التي دعمتها المملكة العربية السعودية والإمارات لماذا التركيز دائما فقط على المحافظة الجنوبية التي استطاعت أن تحرر مراطقها ولا زالت حتى الآن تقدم أرواحها فداء لحفظ الأمن والأمان في المناطق الجنوبية وأيضا لدعم الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية تركيزنا يجب أن ينصب حاليا في المحافظة الضالة لأن هناك العدو يحاول باستماتة أن يتقدم باتجاه المحافظة الجنوبية وهذا بكل تأكيد المقاومة الجنوبية لن تسمح له يعني أنت قد أوضحت هذه النقطة مرارا وتكرارا لكن موضوع حلقة عن سقطرة تحديدا الآن عندما نتحدث عن نقطة مهمة وهي أنت تقول الآن أنه ليس من داعي لهذا التركيز على ما يجري في سقطرة لكن في الأساس لماذا هناك جنود يذهبون إلى سقطرة لماذا هناك تواجد إماراتي بشكل أو بآخر في سقطرة ما الداعي لذلك؟ هل هناك حوثيون في سقطرة ونحن لا نعلم بها؟ هؤلاء سقطريون عادوا إلى أرضهم بعد أن كانوا مع إخوانهم في المقاومة بكل تأكيد من حقهم أن يأخذوا إجازة في شهر رمضان المبارك ويعودوا إلى أهلهم لماذا لم تضعوا هذه الاحتمالات؟ لماذا دائما الهجوم فقط على المقاومة الجنوبية أو تواجد الجنوبيين في أي منطقة؟ أليس هؤلاء من جندوا في شهر مارس الماضي كانت هناك عمليات تجنيد لهم في عدن وحضر موت؟ وكانت هناك صور لذلك؟ التدريبات مستمرة وهذا قد حكيناها كثيرا أن التدريبات للمقاومة الجنوبية مستمرة بدعم من التحالف العربي فما الذي يمنع هؤلاء أن يتدربوا ويقودوا المعارك في الحدود وأيضا يرتاحوا قليلا ويعودوا إلى أهاليهم في مناطقهم في سقطرة أو في المهرة أو في غيرها؟ وهل عادة يعودون بالزي الرسمي الذي يعني يخرجون في عادة بمهمات العسكرية الخاصة أو المهمات الأمنية الخاصة؟ هم يفتخرون بزيهم وبكل تأكيد هذا الافتخار مدعاه للفخر لنا جميعا كجنوبين أنقل هذه النقطة إليك سيد فامي السقاف إذن المسألة ليست كبيرة هم عبارة عن جنود يتدربون ذهبوا بإجازة الآن إلى سقطرة والأمر ليس كما يصور في الإعلام أو كما يقول سيد نزاره يثم أنه يعني يهوله الإخوان المسلمين فيما يتعلق بأن هناك مطامع إماراتية في سقطرة ما رأيك أنت؟ لا مش إلت الأخوان المسلمين في حالة جماعة تلقى عليها كل الأشياء لكن إذا كنت جنود وراحوا إجازة إلى آخر لماذا لم يكون هؤلاء الجنود لم يأتوا الأمور يعني عبر الطرق الاسمية بمعنى أنهم يكون جنود يتبعوا الدولة عجزة الدولة معروفة شرطة آمن جيش إلى آخرهم ثماية ومعروفة بفضل لنظام القانون والدستور السائد بلد وبالتالي الغنوات تكون معروفة التي تمر عبر هذه الأمور التقنيد وإجازة وإلى آخر لكن هؤلاء أيها وحيط بحول الإمارات تحديدا وحية من مولة هذا الكلام مولة تقنيدهم ورواتبهم ودورهم ورصبهم وإلى آخر فبالتالي هم يتبعونها وينفلوا ما تريده الإمارات مشروع الإمارات تنفله وللأسف شديد هيات جمعية جلدت لهذه العرب وبالتالي مسألك الإنكار لا تفيد طبعا الحقيقة هي الحقيقة يعني إنكار الحقيقة لن يرضيها بالوضع بالعكس هي باغية سقطراء لم تشعد أي اختلال أمني طوال تاريخها لم يناقص لها الحقيقين وبالتالي ما تداعي لكل هم القوات وتبديق سقطراء بالقوات هذه لمن هذا السؤال إلا أنهم مستعدين لمواجهة غادمة مع الشرعية يعني مستعدين لمواجهة غادمة مع الدولة حينما تبسط رفوزها وسيطرتها على كل شيء في أرض اليمن وهم طبعا لم يمكنوا الدولة من هذا الكلام حتى اللحظة الآن الثاني الخامسة الدولة أو الشرعية لم يمكنوها تماما من إدارة المناطب الحرر للأسف شديد يعني رئيس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الدولة يقدر يعني يصدر أمرا أو غرار إلا بموافقة ورواع التحالف وإلا للي نصد أمره وغراره فبالحلوة ما مشكلة حققية يعني والمشكلة أيضا جزء ما يقوم في الشرعية لفسها لماذا الرئيس صامت على كل ما يحدث وهو خطير قد يهدد وحدة أراوية استقرار اليمن أيها لماذا حكومة صامتة أيضا هل هي المشكلة يفترض بالشكومة والشرعية أن تصح العلاقة تتحالف ويكون واضحة وغوح الشمس بكل دين نهاية أما الصمت فلنفق أولو هم منه بيراكم المشاكل إلى أن تصح إلى لحظة الانفقار والانفقار سرعة لا يوفر أحد طيب الآن أنا ليس لدي ناطق باسم الحكومة حتى نتحدث معه بهذه النقاط التي تفضلت بها يعني من لدينا هنا هو المتحدث باسم المجلس الانتقال الجنوبي الذي يعني تفضل بقبول دعوة للظهور في هذا البرنامج نتساءل الآن أن تتحدث على أن التحالف يعرقل سير عمل الحكومة في هذه المناطق لكن سيد نزار هيثم قبل قليل يقول لماذا كل هذا التركيز على أشياء هامشية في نهاية المطاف المعركة ليست في سقطرة أو في المحافظات الجنوبية المعركة في أماكن أخرى طيب يا أستاذ يعني كانت معركة في أماكن أخرى وليس يا تركيز يتم على سقطرة المعركة لم يمكن الحكومة الشعرية من أدارة المناطق للحاحبة في دولة في سلطة الدولة تعمل تمليع عليها سلطة بمعركة للنظام وفتور الغانون لماذا؟ نائب رئيسة نزراء وزير الداخلية تتكلموا بكل وضوح قبل بضعة أيام في عدن في لغاء عدن التشاوري الأول تتكلموا بكل وضوح يعني شكا بهذا الشكل يعني لماذا لم تبطل حكومة من أدارة المناطق المحررات يعني شكا واضحة يا أستاذ فبالتالي ما يحصل هو طاما تقويض للشرعية وهذا للأسف الشديد يعني حتى اللحظة مستمر وسهل تستمر ما لم تهب الشرعية وتضغط على التحالف في انتجاه الصحيح العلاقة معها وتكون واضحة أين تبدأ صلاحيات تتحالف وأين تنتهي وأين تنتهي أصلاحيات للحكومة الشرعية والدولة الشرعية وأين تنتهي دون هذا ستمضي أمور على ما هي عليه الآن وستستفاغا بالتأكيد وستصل إلى مرحلة لمحالة في مرحلة الانفجار المتوين وهذا لن يقصر أحد لن يبني على البلد كما هو عليه الآن بالعقل ستدخل البلد هذا يفيه افتال داخلي يبدأ ولا ينتهي وستتناسل حروب داخل البلد حربا ثلاث أخرى للأسف الشديد أنا أقول هذا وأحذر من على غناتكم ولعل وعثان الشرعية تتهب وتتعامل بشكل مسؤول طيب بوضع الاعتبار لما تفضلت به سيد السقاف أسألك أستاذ نزار هيثم في نهاية المطاف يعني ليس فقط من تقول أنهم قد يكونون مدفوعين من الإخوان المسلمين من يتحدث عن الأوضاع في المناطق الجنوبية وعلى علاقة وأطماع التحالف في اليمن هناك وزراء يتبعون الشرعية يتبعون الرئيس عبد الربو ومنصور هادي يعملون في الحكومة يتحدثون عن كل هذه الإشكاليات أشار السيد السقاف حول تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأخيرة التي تحدث بشكل واضح عن أن الشراكة مع التحالف هي لمواجهة ميليشيات الحوثي وليست في إدارة المناطق المحررة كما قال ذلك بالنص خريبا كيف تردع لكم ذلك أولا الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة تتواجد في عدن وهذا طبعا الكل يعلمه لكن هناك أسئلة جديرة بالتأمل السؤال الأول لماذا الشرعية قامت بالاتفاق مع الحوثيين على تجميد المعارك في الحديدة هذا اتهام هذا ليس سؤال هذا اتهام سيد نزالي يستمد قوتهم من هذا التوقف ويتوجهون إلى الضالع أو إلى لحج أو إلى مناطق الشرعية الآن بالتواطئ مع الحوثيين الشرعية عندما نتكلم على الشرعية هذه من مهام الشرعية وليست من مهام الجنوبيين ألا تقولون أنكم تتبعون الرئيس عبد ربا منصور هذه في فترات ثم في لحظات أخرى هل أفهم من كلامك أنك تتبرأ المكونات التي تقاتل تحت لواء المجلس الانتقالي من التبعية للشرعية ما أدعي لأن تحرف مسار الحديث حديثي كان واضحا نحن نتكلم عن ما تسمى الشرعية التي جمدت المعركة في الحديدة من ذهب إلى ستوك هولم هي الشرعية من وقع مع الحوثيين لتجميد المعارك هناك هي الشرعية من تخاذلت عن نصرة أبناء الحديدة هي الشرعية من ترك المجال للحوثيين أن يتقووا مرة أخرى ويتوجهون إلى المحافظات الجنوبية هي ما تسمى الشرعية من سلمت المناطق للأسف ومعسكرات عسكرية المعسكرات التابعة للشرعية هي ما تسمى الشرعية سيد نزار أيثم يعني في هذه النقطة سيد نزار أيثم يجب أن أوضح أن هناك تصريحات لمستشار رئيس الجمهورية عضو الوفد التشاوري في السكون الذي تحدث بشكل واضح وتحدث آخرون أيضا على أن تواجد الحكومة الشرعية كان بضغط من التحالف العربي وأن الموافقة على نتائج اتفاقات ستوك هولم كان بضغط من دول التحالف العربي إذن ما دور الشرعية وقواتها المتواجدة حاليا والراكنة المدت أربعة عوام في مأرب وفي غيرها ما دورها الحقيقي هنا أليس من الأجدر أن تتحول لمواجهة الحوثي في مناطق أخرى طالما جمدت في الحديدة لماذا لم تتحرك تلك القوات أليس هناك بشكل واضح تصريحات يعني الآن هناك تصريحات وأنا أسألك هنا سيد نزار أيثم يعني أنا لا أجيب على الأسئلة أنا أطرح عليك السؤال الآن فيما يتعلق بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي قال أن التحالف هو يحاول إدارة المناطق المحررة بينما المفترض أن شراكة مع التحالف تكون فقط فيما يتعلق بمواجهة ميليشيات الحوثي لماذا يتدخل التحالف في إدارة المناطق المحررة هذا ما يعرق للشرعية كما يقولون لا علاقة لنا بتصريحات نائب رئيس الوزراء نحن لنا فقط فيما يحدث حاليا في الحدود الجنوبية كمقاومة جنوبية للأسف تتواجد هجمة شرسة من القوات الحوثية وتخاذل وتواطئ من القوات المحسوبة على الشرعية التي غالبيتها من الإخوان المسلمين هذا ما نواجهه نحن في الجنوب وبالتالي نحن نرد فقط على ما يحدث حاليا طيب الآن أنت نحن ننتقل بنقطة إلى أخرى لكن الحديث هو أساسا عن سقطرة الآن ولذلك أسأل كيف هي الأوضاع في سقطرة عفوا الصوت كيف هي الأوضاع في سقطرة سقطرة محافظة جنوبية بكل تأكيد هي مثلها مثل بقية المحافظة الجنوبية نأمل بإذن الله أن تعيش بأمن وأمان ولكن المخاطر كانت ولا زالت تتواجد وجود سقطرة في محيط توافد العديد من ما يسمونهم القراصنة وأيضا تواجد عناصر للإخوان المسلمين الممثلين هناك في بعض الإدارات يعرض المصالح للمواطنين للخطر إذا أكل ذلك ما الذي ستفعلونه بكل تأكيد أبناء الجنوب لأن يصمتوا عن ما يحدث في أي منطقة جنوبية ومثل ما عملوا في عدن وفي حضر موت ودافعوا عنها بكل تأكيد سيدافعوا عن كل شبر من أراضي الجنوب يعني ستشكلوا أحزم أمنية هناك هذا حق لنا في الجنوب من حقنا أن نؤمن مناطقنا من حقنا أن ندافع عن أرضنا لن يدافع عن من يتواجد وهو متبوع أو ينقاد من عناصر شمالية أو عناصر إخوانية أو حوثية لم تجبني على السؤال بشكل واضح هل ستشكل أحزم أمنية في سقطرة؟ أبناء سقطرة هم من يقاررون هذا أسألك أعود إذن إليك سيد السقاف يعني الأوضاع في سقطرة يجب أن تكون هناك مخاطر يتحدث عنها سيد نزار هيثم موجودة في سقطرة هناك عناصر تحاول كما يقول تتبع الإخوان المسلمين هي تحاول إثارة الوضع هناك وتأجيج الأوضاع هناك كيف ترى الوضع تحديدا في سقطرة من خلال متابعتك؟ سقطرة هذه الجزيرة والمحافظة يعني لم تشهد ولم تسجل أي حوادث أمنية أو شيء من هذا الغبيل ولم تشهد حالة من التويتر كما حدث اليوم للأسف الشديد يعني أو قطر يعني هناك عناصر وهناك يعني كلام هذا لا يريد عليه رقم بالغيب فما يحصل الآن يعني نقرر ذريعة يتخذوا من الأخوان المسلمين وإلى آخر من سلام هذا الأخوان المسلمين هؤلاء يعني لو فرضنا وجوزهم من أين أتوا ليسهم أبناء البلد واطنين مثلهم مثل أي واطن عادي آخر في العداد يعني فصوتنا فعلا نتعيش حالة تويتر حالة تويتر اللم تبادر شعية ميلا وتعمل على تصيحة الفلاغة مع التحالف وطبع التحالف أمام مسؤولياته أمام العالم ما لفعل الأمور فعلا لا تتراكم هذه كلها إلى أن تصل إلى نقطة الانفقار وساعتها على الدنيا السلام للأسف يعني الآن هناك أفهم من كلامك أن هذه القوى العسكرية غير خاضة على سلطة الحكومة الشرعية التي تتواجد في سقطرة هل نحن أمام مواجهة جديدة يعني يتم الإعداد لها هناك مع السلطة الشرعية طبعا 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 هذه لا صلة لها بالحكومة هذه القوات التي تتحية بغرار الحكومة هذه القوات هل دربت مع السلطة الداخلية أنا أسهل سؤال هل دربت سيد فهمي دربت مع السلطة الداخلية تتبع الإمارات ودربت في عدل وأخرى دربت تم تدريبات الإمارات في أبوظبي وبالتالي لا صلة الشرعية بها بالأسف بمعنى أنه نحن تتناسل فيه الميليشيات كالفاطر و تتكون جدا بالتأكيد مع قوات الشرعية وبعاء الآخرين أيضا مختلفين معهم طيب في هذه النقطة واليمنيين قعدوا دماء ودماء سيد سقاف طيب قبل العودة إليك سيد سقاف أعود إلى سيد نزار هيثم فيما يتعلق يعني إذا كانت الجزيرة تعاني سيد هيثم من تهديدات أمنية تعاني أيضا من الكثير من الإشكالات كما تقولون أليس من الأولى دعم القوات الموجودة فيها عبر أطر السلطة الشرعية الموجودة بشكل طبيعي وعدم القفز والإتيام بشيء جديد ارتداء الشيء جديد أعتقد أن هناك مفهوم خاطئ حول هذا النقطة الحزام الأمني الكل يعلم أنه بقرار من رئيس الجمهورية قام بتشكيل عدة ألوية وهذا قرارات جمهورية أعتقد أن من حق الجنوبيين أن يكونوا في إطار القوات الرسمية هذه القوات هي من دافعت عن الجنوب في مرحلة ماضية وأعتقد اتهامات باطلة من بعض الأطراف التي تحاول أن تشيطن تلك القوة الجنوبية وجود أبناء سقطرة في سقطرة هذا أمر طبيعي لا يستدعي خلق هذه القضايا وأتمنى التحري دائما من الأخبار التي ترد إليكم هناك للأسف محاولة لشيطنة القوى الجنوبية وهذا أمر متعارف عليه من قبل طرفين الحوثيين والإخوان هناك أيضا محاولة متجددة دائما لمحاولة خلخلة صفوف للتحالف العربي ومحاولة أيضا اتهامات للمارات ومحاولة أيضا ضرب التحالف من الداخل هذه المحاولات لا يقودها سوى من يحاول أن يكون في صف الحوثي هذه هي الحقيقة يجب أن نركز عليها دائما سقطرة ستكون بإذن الله آمن بيد أبنائها عدن مثل ما هي عدن ومثل ما هي حضرموت ولحج وأبيا وشبوة والمهر طيب الآن هناك تصريحات كانت لمحافظ سقطرة رمزي محروس هو من أبناء المدينة يعني من أبناء الخبيل في نهاية المطاف أبناء الجزيرة يقول أنه لن يسمح بتواجد أي قوات خارج إطار المؤسسات الشرعية الرسمية ما تعليقك على هذا التصريح سيد هيتام هذه تصريحاته إذا هو يظن أن هناك من يعمل خارج إطار السلطات فليتصرف لديه الحق أن يتصرف يعني الآن الحزام الأمني يعني يتبع الأطور الرسمية بداخل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اليمنية يستلم مرتباته عبر هذه الوزارتين ولا يستلمها من الخارج أفهم من كلامك لا علم لي حول هذه النقطة ولكن أنا أعلم أنهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع الشرفاء في الحدود وبالتالي من يقاتل مع إخواته فهو منهم أكيد يعني أفهم من كلامك أن تقارير مجلس الأمن التي تتحدث على أن هناك قوات يعني تقاتل أو تدعم من التحالف بشكل يعني مباشر هي تقارير وهي يعني في إشارة إلى الأحزمة الأمنية والنخب أيضا هذه تقارير خاطئة ما تسميها أنت الجيش الوطني أيضا مدعو من التحالف العربي يعني أنت لم تجبني على سؤالي سيد نزار هيثم هل هذه التقارير خاطئة تقارير مجلس الأمن هذا هو الجواب إذا أنت تعتبر أن الجيش الوطني التي تتبع الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية إلى آخره إذا لديك معلومات حول هذه النقطة بإمكانك أن تفيد الجميع أنا ليست لدي هذه المعلومات ولكن أنا أقول لك أن الجيش الوطني مدعوم أيضا من التحالف العربي مثل ما هي المقاومة الجنوبية وبقية القوى الجنوبية كالحزام الأمني مدعوم أيضا والنخبة الحضرمية والشبوانية أيضا مدعوم من التحالف العربي وهذا أمر يشكرون عليه طيب أعود إليك سيد السقاف ويعني على السادة المشاهدين بطبيعة الحال متابعة ما ينشره مجلس الأمن من تقارير حول الدعم المباشر الغير يعني مرتبط بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية الذي تتلقاه القوات الذي تتلقاه القوات العاملة بالوكالة عن التحالف بدوله قبل ذلك أعود إليك سيد السقاف إذن الآن تبدو الخطوة منطقية يعني في نهاية المطاف نشر جنود في سقطرة يبدو أن الأمر منطقي طالما أن المجلس الانتقالي يعد نفسه الوريث للسلطة الشرعية في المحافظات الجنوبية وكذلك في مسألة تمثيل الجنوبيين وبالتالي كثيرون يقولون من حق أن تكون قوات متواجدة في كل المناطق والمحافظات التي يتواجد هو بها لماذا الرفض لهذه الخطوة؟ من أين أتانوه هذا الحق أولا؟ يعني وكيف يريد سلطة دولة معترف بها دوليا؟ أي حق؟ وكيف يريد؟ على التحالف أن يتحدث بصراحة إن كان يريد تقسيم اليمن أجلئتها أو فلن يقولها بالمشكلة بشكل صريح وقفوا أن الأخطار الانتقالي أن يكون هو من يمسك بزمام الأمور في الحافظات الجنوبية ساعة لكل حادث حديث في التالي لكن الانتقالي ليس هو الممثل الوحيد للجنوبيين لا هناك تيارات وهناك أحزاب الجنوب باسح أوسع كثيراً تماماً من الانتقالي ولا يمكن أن يختزل في مكون واحد أيها فالعودة إلى غروف الدينية الشمولية هذه ستجرد كوارث على الجنوبيين وستثير الدماء داخل الجنوب إلى رقم الأسف الشديد هنا الجنوبيين تاريخ في الألصاء والألقاء الألصاء بعضهم البعض وألقاء بعضهم البعض نعم عد إلى تاريخ الجنوب ترى ذلك والسلام واضحاً وصريحاً تلأت السجون والمغابر والمنافع والجنوبيين من بعد سبعة وستين إلى عام سنين ولا أظن أنه أحد شيء يقادر في هذا الأمر والآن نضع هؤلاء على خطى الأولين فسيصلون إلى نفس النتيجة ولكن أيضاً بكل فأبهض ثمناً إذن تحذر أنت من نتائج الخطوات هذه سيد السقاف نعم بالتأكيد تحذر منها اللي أرد بما أمان فيما يتعلق بأن هناك تحالف يدعم الحكومة الشرعية هل برأيك أن كل دول تحالف راضية عن ما يجري في محافظة سقطرة إذا ما تحدثنا تحديداً عن المملكة العربية السعودية هل هي راضية؟ وهي التي في نهاية المطاف أحلت القوات السعودية بدلاً عن الإماراتية في الأحداث السابقة في العام الماضي عندما كانت هناك إنزالات لقوات إماراتية ورفعت المشكلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر الرسائل من الشرعية هل هناك برأيك اتفاق سعودي إماراتي أم أن هناك رفض قد يحدث في قادم الأيام لهذه الخطوات من قبل السعودية؟ هو إما اتفاق سعودي إماراتي وتبعد الأدوار أو أنه ستصل الأمور بين السعودية والإمارات تحلفاء إلى نقطة ما احسب فيها تراضي التحالف هذا ولكن هذا كله سيتم على حساب اليمن واليمنيين في النهاية بيسطوا حسابة الطرفين السعودية والأمارات تباتلوا باليمنيين وفي النهاية اللي بيجع الثمن ويخسر أهم اليمنين ليش هذه الدول نعم بيسطوا حساب اليمنين أعودي إليك سيد نزار هيتام شرعية لن نعم نعم أعودي إليك سيد نزار هيتام هناك كانت السنة الماضية كانت هناك أزمة رفعت إلى مجلس الأمن عبر الرسائل من قبل سفير اليمن في الأمم المتحدة وكان هناك شكوى حكومية حول مسألة إنزال قوات إماراتية في سقطرة هذه الأزمة انتهت المرة الماضية بشكل لم يكن في صالح الإمارات الآن يبدو أن هناك عودة عبر ما يمكن أن ترفض هذه التسمية لكن عودة عبر المجلس الانتقالي هل هذا يعني أنكم مستعدون للدخول في مواجهة القوات الحكومية المتواجدة في سقطرة وكذلك ربما القوات السعودية المتواجدة فيها أيضا هذه افتراضات أخي العزيز طبعا يجب أن نعلم أن هناك أطراف في الحكومة اليمنية هي ليست أساسا مع التحالف العربي بل هي مع الإخوان المسلمين والإخوان يتبعون أجندات ضد التحالف العربي يعني يجب سيد نزارة إيثم في نهاية المطاف لا يجب أن نأخذها بالحسبان يعني يجب توضيح نقطة هنا التحالف هو من أتى لمساعدة الشرعية للعودة إلى اليمن وليست الشرعية هي المجبرة أو هي التي يجب أن تساعد التحالف في أجندته في اليمن يعني هنا يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة أمام الناس نعم نحن واضحين تماما في هذه النقطة على الشرعية أن تبذل قصارى جهدها لتحرر المناطق الشمالية لماذا عجزت طيلة الأربعة الأوام الماضية؟ التحالف قدم كل ما لديه لهذه الشرعية وكان يجب عليها أن تتقدم باتجاه صنعها تجمد تلك القوات هل تكون مساعدة التحالف لهذه الشرعية عبر إرسال قوات في مناطق هي مؤمنة ليست هناك إشكالات فيها بدلا من تعزيز قوات الأمن هناك بشكل رسمي هذا المناطق به على الشرعية أن تعزز دورها هناك من يتواجد في أي منطقة جنوبية هم جنوبيون من حقهم أن يكونوا عامل مساعد للأمن والاستقرار في المنطقة المخاطر عديدة ليست فقط كما يصوره البعض أن هناك مناطق آمنة 100% صواريخ الحوثي تصل إلى بلدان قريبا مننا فما المانع أن تصل أيضا إلى مناطقنا في هذا السياق هل هناك استعداد للمجلس الانتقالي أن يدخل في مواجهة للقوات الحكومية إذا أرادت الإمارات ذلك في سقطرة؟ نحن دعاة سلام ولسنا نهائيا نبحث عن صراع في أي منطقة تركيزنا منصب حاليا حول العدو الرئيسي لنا ومن يحاول أن يحرف المسارات هو من يجب أن يركز معنا حول مواجهة العدو الحوثي ولا يحاول أن يختلق قضايا تافهة ليحاول أن يحرف المسارات الحقيقية للمعركة هل كانت مسألة مواجهة قوات الحماية الرئاسية بداية العام الماضي أيضا حرفا من قبل الحكومة الشرعية أن المجلس الانتقالي والقوات التابعة له هي من واجهت هذه القوات وأرادت أن تدخل إلى المعاشيق في لحظة من اللحظات قبل أن تدخل القوات السعودية بوساطة بشكل أو بآخر أنذاك كانت محاولة لقمع المتظاهرين الجنوبيين الذين خرجوا ضد الحكومة والحكومة للأسف بقيادة الفاسد السابق أحمد بن دغر قامت بإعطاء الأوامر لضرب هؤلاء المتظاهرين فبكل تأكيد المقاومة الجنوبية تحركت للدفاع عنهم في سياق الحديث عن المجلس الانتقالي كما يبدو قد ربط مستقبله وربط تحركاته بالمشروع الإماراتي في اليمن كما يقول كثيرون لا يقول هذا الكلام لكن أيضا هذا المشروع بات محرف حتى من بين كثير من المؤيدين الذين بدأوا مؤيدين للمجلس الانتقالي لكنهم الآن وأيضا من قبل قوات كانت تعرف أو تنتمي لما يعرف بالحراك الجنوبي ألا تخشون في لحظة من اللحظات أن تفقدوا كل زمام السيطرة التي تملكونها الآن أنتم في المجلس الانتقالي الحراك الجنوبي دائما يقف مع الشعب الجنوبي والشعب الجنوبي يكن للتحارف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات كل الشكر والتقدير على ما بذلوه تجاه القضايا التي كانت للأسف البعض يتخيل أن 2015 سيعود من جديد حاليا الجنوب ليس كما 2015 سيكون جنوب بإذن الله قوي بعزيمة الأبطال والمرابطين في الحدود وأيضا بدعم من التحارف العربي هدفنا كان واضحا لصد المد الفارسي ونتمنى من الجميع أن يلتحق بركب هذه القوى التي تحاول أن تصد هذا العدوان الغاشم باتجاه المحافظات الجنوبية ما هو مصير من يعارضكم سيد نزار هيثم؟ نحن لا نعارض أحد ولهذا نتوقع من سيعارضنا هو سيعارض المشروع الوطني فقط وبالتالي المرجعية في هذه الأمر هو للشارع الجنوبي طيب أعود إليك سيد سقاف يعني مؤخرا يعني يكون هناك حديث على أن الخطوة التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بتواجد جنود في سقطرة مئة جندي من ثلاثمئة جندي على الأقل لا تقتصر خطورة هذه الخطوة على المدلولات السياسية لكن يبدو أن هناك مخاطر تقود إلى صراع مسلح داخل الجزيرة وأنت حذرت من ذلك قبل قليل هذه الجزيرة التي لم تعرف الصراعات هل يبدو أن هذا هو المشروع الذي يراد لهذه المنطقة لهذه لليمن بشكل عام أن تمضي في سياق فرض أجندة خارجية؟ للأسف الشديد هذا هو ما يراد لليمن أن تنضي فيه براد لليمن أن تنضي فيه صراعات تبقى ولا تنتهي كي ينشغل اليمنيون فيما بينهم البين وينشغلوا في صف دماءهم بعض وينشغلوا في صراعاتهم صراعات بعض الآخر وتلفز الدول كالإمارات وغيرها ومشاريعها في اليمن دون ألفز الدوليين اليمنيين لأنهم غارغين في صراعاتهم وفي خلافاتهم وإلى آخر هذا هو ما تريد الإمارات بالضبط في سياق ذلك هل ترى هناك حديث عن خلافات في الأجندة بين السعودية والإمارات في اليمن هذه الخلافات كما يقول كثيرون أنها تكتسب أدلة جديدة على حدوثها بالفعل هل بتقديرك سنصل إلى مرحلة صدام مباشر بين القوات التي تتبع كل منهما هلأ السمعت داله لكن الحدث سيحدث داله في الأسف شديد باليمنيين في الصوت لديها جمنات يمنيين والإمارات في جمنات يمنيين وهؤلاء بيقفلوا بالجمع عن الطرفين عن الخليفين المختلفين هنا تكون هناك مشكلة سيد سقاف نعم إذن أشكرك الصحفي والناشطة السياسية أستاذ فهمي الثقاف كنت معنا عبر الهاتف من عدن أشكر موصول أيضا للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان معنا الأستاذ نزار هيثم الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية أيضا من عدن أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاب في نهاية هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحذيري إلى اللقاء